خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم فيه طعام من الطعم وشفاء من السقم أهل مكة آمنون حين يخاف الناس طاعمون حين يجوع الناس أفئدة الناس جميعا إليهم مقبلة أفئدة الناس إلى بلدهم آمة لهم حرمة البلد الحرام أهل مكة أفئدتهم في بلدهم قارة لا تشتاقوا إلى غيره وقلوب غيرهم إلى مكة فارة لا تعرف القرار إلا فيه أي في هذا البلد المبارك ملاذ الطريد وملجأ الخائف وحمى المستجير وبيت ابن السبيل وفيه طعامه وشرابه ماء زمزم وفيه الصلوات المضاعفات والدعوات المستجبات حتى إذا حل من أحدهم الأجل صلي عليه عند الكعبة ودفن بالبلد الحرام فما غبط أهل بلد كما غبط أهل مكة في الحياة وفي الممات إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئة أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفل لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوة الكرام ولا يزال الحديث يتواصل عن عطاءات البلد الحرام يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح خير ماءٍ على وجه الأرض ماء زمزم فيه طعامٌ من الطعم وشفاءٌ من السقم ماء زمزم أيها الأحبة هو الماء المبارك ماءٌ مبارك لم تعرف البشرية أطهر ولا أعظم بركةً منه ولا أروى منه ولا أشفى اسألوا أهل مكة اسألوا الذين اعتادوا أن يشربوا ماء زمزم هل طاب لهم ماءٌ سواه الماءُ قد يحمل الداء وزمزمُ شفاءٌ من كل داءٍ بإذن الله تعالى الماءُ شربُهُ عادة وزمزمُ شربُهُ عبادة الماءُ نعمةٌ تستوجبُ الحمد وزمزمُ قربةٌ يجابُ فيها الدعاء ومصداقه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماءُ زمزمُ لما شُربَ له أيها الأحبة فإذا ما نعم المشتاقون بيوصال البيت المُعظَّم وانطفأت نيران أكبادهم بماء زمزم عندها يحتاجون إلى درسٍ عميق حتى يصح منهم التوكل على الله عز وجل فيخرجون إلى السعي بين الصفا والمروة رمز اتباع الأسباب والأخذ بها والذي علَّمته الأمُّ هاجر لجميع البشرية بعد أن علَّمتهم التوكل على الله عز وجل بقولها لزوجها الخليل عليه السلام من أمرك أن تضعنا بأرضٍ ليس فيها زرعٌ ولا ضرعٌ ولا أنيسٌ ولا زادٌ ولا ماء فقال عليه السلام ربي أمرني بذلك وفي روايةٍ عند البخاري قالت له آه الله الذي أمرك بهذا قال نعم قالت إذن لا يضيعنا قالتها بكل وضوحٍ وسهولة قالتها بكمال الإيمان وتمام التوكل إذن لا يضيعنا ومع ذلك خرجت لتسعى بين الصفا والمروة بين هذين الجبلين بحثًا عن الماء وتكرِّر السعي بينهما لترفع مناراً للتوكل الصحيح وأنه التوكل الذي لا يغفل الأسباب بل الذي يبذل الأسباب كلها ولا يعجز ولا ييأس من تكرار الأخذ بها حتى ينجح ويحقق الله عز وجل له المطلوب إذن هو درسٌ عميقٌ في التوكل على الله في التوكل الصحيح ودرسٌ أيضًا عميق في بيان الصلة بين العبد وربه وفي بيان الصلة بين الدنيا والآخرة وشرحٌ عمليٌ للعبادة بمفهومها الشامل هذا الاستحضار أيها الأحبة للعبادة بمفهومها الشامل وللصلة بين العبد وربه في بذل الأسباب وفي التوكل عليه عز وجل هو الذي ميَّز المسلمين عن غيرهم ممن فصلوا الدنيا عن الدين كالعلمانية كالأنظمة العلمانية أو ممن جعلوا الدين بلا دنيا كغلات الصوفية العبادة أيها الأحبة بمعناها الكامل الشامل هي تحقيق السعادة وأن أعني ما أقول العبادة أي الصحيحة هي تحقيق السعادة إذا عبدت الله عبادةً صحيحة أتتك السعادة يا عبد الله في الدنيا والآخرة لأن الله عز وجل الذي خلق البشر وركبهم على ما هم فيه أو ما هم عليه من العقول والرغبات والحاجات الجسدية والنفسية قد أنزل لهم دينا صحيحا يعبدونه حق عبادته فيسعدون في الدنيا والآخرة إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين إذا صحت هذه العلاقة الشاملة تحققت السعادة للبشرية في الدنيا فاستحقت السعادة الأبدية في الآخرة يقول الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا نحيينه حياة طيبة هذه هي سعادة الدنيا ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وهذه هي السعادة السرمدية في الآخرة أيها الأحبة هذه بعض عطاءات البلد الحرام لقاصديه من غير أهله كما ذكرنا الآن وفي الجمعة الماضية وبقي من عطاءاته اللطيفة والجليلة ما لا يكاد يتسع له كتاب فضلا أن تطيقه خطبة عابرة أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه غفر الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوتي أما عطاءات البلد الحرام لأهله وقاطنه ومن حضوا بنعمة المجاورة فيه فلا تسأل عما أعطاهم البلد الحرام ولكن سل ما الذي بخل عليهم به البلد الحرام يقول الله عز وجل أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أهل مكة آمنون حين يخاف الناس طاعمون حين يجوع الناس أفئدة الناس جميعا إليهم مقبلة أفئدة الناس إلى بلدهم آمة لهم حرمة البلد الحرام والله ما عرفنا البلاد إلا وأهلها يحمونها إلا أهل مكة فبلدهم يحميهم وما عهدنا بلدا تأتيه ثمرات كل شيء من خارجه مكفولة أرزاقهم إلا مكة ولا عرف التاريخ بلدا يشتاق إليه غير أهله أكثر من اشتياقهم إلى أوطانهم إلا مكة أهل مكة يفر الناس إليهم عند الخوف ولا يفرون من بلدهم الحرام إلى غيره أمن الطير والوحش فيه أمن العشب والشجر حتى الشوك فيه آمن أمن فيه كل شيء فأمنت فيه القلوب فحق له أن يسمى بالبلد الأمين وأن يقسم به ربنا جل في علاه وهذا البلد الأمين أهل مكة أفئدتهم في بلدهم قارة لا تشتاقوا إلى غيره وقلوب غيرهم إلى مكة فارة لا تعرف القرار إلا فيه أي في هذا البلد المبارك أهل مكة يا عباد الله في أحب البلاد إلى الله عز وجل وما أخرجهم منه أحد فليحمد الله عز وجل على هذه النعمة العظيمة التي تأسف عليها خير البرية وسيد البشرية محمد صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلي ولولا أني أخرجت منك ما خرجت حديث صحيح رواه الترمذي وابن ماج وغيرهما أهل مكة كم مرة أثقلت الذنوب كواهلهم فجاءوا مسجدهم فحطوا عنده الأوزار ورجعوا كحمائم البيت طهرا وخفة ظهر من الآثام وكم مرة تغشتهم الهموم والغموم وقد علموا أن جلاءها بالله تعالى عند حرمه فما أتوا في أي ساعة من ليل أو نهار إلا وخرجوا منه وقد قويت قلوبهم على مكابتة هذه الحياة وكم مرة لفظتهم الأقارب وتنكر لهم الأهل والجيران فما بئسوا ولا يئسوا لأن عندهم حرم الله تعالى ملاذ الطريد وملجأ الخائف وحمى المستجير وبيت بن السبيل وفيه طعامه وشرابه ماء زمزم وفيه الصلوات المضاعفات والدعوات المستجبات الناس يصلون وأهل مكة يصلون لكن صلاتهم بمئة ألف صلاة الناس آمالهم وأمانيهم تنحصر في أن يتيسر لهم الطواف حول البيت وقد لا تتحقق تلك الآمال إلا إذا شاخ أحدهم ومال أما أهل مكة فيطوفون بالرضيع والفطيم ويطوف منهم الصغير والكبير ويطوفون بالناس يعلمونهم مناسكهم ولا يمنعهم أحد من الحرم في جميع أيام العمر فليحمد الله عز وجل حتى إذا حل من أحدهم الأجل صلي عليه عند الكعبة ودفن بالبلد الحرام فما غبط أهل بلد كما غبط أهل مكة في الحياة وفي الممات فهنيئا لهم وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء وهكذا أحبتي تكون عطاءات البلد الحرام إخوة الكرام عشر ذي الحجة على الأبواب وأذكر نفسي وإياكم بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في صحيح مسلم إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من بشره وشعره شيئا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين إليك أواهين منيبين اللهم أعطي نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت فتنة بقوم فاقبضنا إليك غير مهتونين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الصالح الذي يقربنا إلى حبك اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين في كل مكان أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واجعل الدائرة على من آذى المسلمين في كل مكان لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وقوموا إلى صلاتكم ويرحمني ويرحمكم الله اشتركوا في القناة